صباح يوم جديد في لايغوسكوبرا المدن النيجيريا أخبار المواجهات بين الجيش وتنظيم بوكو حرام المتشد تحتل الصفحات الأولى للجرائط عدد القتلى متضربة ولا أحد يعلم ماذا يحدث فالحكومة تمنع تغطية الأحداث من قبل الصحفيين أكثر من ذلك جرى حبس ومحاكمة الكثير من الإعلاميين بسبب وعالجات صحفية لم تعجب الحكومة نحن في خطر لا نملك تأمينا على حياتنا هذا أولا ثانيا إذا قررنا التنقل إلى أماكن المواجهات يقولون لنا إنهم لن يمنحون أي ضمانات أمنية أنا لا أقصد الضمانات الأمنية خلال الطاقية إنما بعد إنجاز العمل الصحفي هناك تهديدات نتعرض لها سواء من سياسيين أو رجال أعمال أو أي أحد لا يروق له عملك لكن في أغلب الدول التي تعاني التضييق على العمل الصحفي الإعلام المرئي أو السمعي يبقى عادة تحت سيطرة الحكومة بالنسبة للإعلام التلفزيوني في نيجيريا الصحفيون مهددون من قبل تنظيم بوكو حرام المتشدد أكثر من غيره أكبر خطر يتهدد الصحفي هو من تنظيم بوكو حرام تهديد فعلية على حياته المثال النيجيري بشأن معاناة الصحفيين في العقود الأخيرة هو النموذج الذي ينطبق على أكثر الدول المصنفة في مؤخرة الترتيب العالمي من حيث حرية الصحفة في عدد من الدول مثل أفغانستان وباكستان وإيريتريا والصومال وسوريا وإيران والسودان واليمن والسعودية والعراق مثلا الصحفي مهدد من أكثر من جهة على الأقل وللمنظمات الإرهابية والمتطرفة مسؤولية كبيرة في مقتل وجرح وسجن أعداد كبيرة من الإعلاميين والصحفيين منظمة مرسلون بلا حدود تنشر ترتيبا للدول وفق مؤشر يقيس حرية العمل الصحفي بمختلف البلدان ويتم نشر تقرير السنة المنقضية في الأشهر الأولى من السنة الموالية فجاء عنوان العام 2012 بالنسبة لمرسلين بلا حدود السنة الأكثر دموية منذ إنشاء مؤشر المنظمة عام 1995 المتخصصون يؤكدون أن أحداث الربيع العربي كان لها تأثير كبير في حصيلة القتل والمعتقلين والجرحة ولكن في مقابل ذلك لا تعكس أحداث الربيع العربي أن يتحسن في ترتيب الدول العربية من حيث الحريات الصحفية شكرا